السلام عليكم السلام عليكم قول القائل إذا قال المقيم قد قام الصلاة فقامها الله وآدامه هو مبين على حديثه ضعيف كما قال الأخ الأخير فالحديث بياذا ضعيف ولكن بعض الفقهة أخذ به وقال إنه يقول كما يقول المقيم إلا عند قد قامت الصلاة فيقول أقامه الله وآدامه وماذا مثل المسألة فيها خلاف بين علماء السنة فلا ينتظر أن نقول لمن قالها إنه مبتجب وأما قول الأخير إنها في فضائل الأعمال ففضائل الأعمال لا تثبت بها الأحكام فضائل الأعمال لا تثبت بها الأحكام فالحديث الضعيفة لا تثبت بها الأحكام ومن قال إن لا حديث الضعيف يحتج به في الفضائل فمراده أنه إذا ورد الحديث الضعيف في فضيلة عمل من الأعمال ثبت ثبت بالسنة لكن فيه فضل وهذا الفضل جاء في حديث آخر ضعيف قال فإننا نأخذ بهذا الضعيف لأنه إن كان الثابت مأموراً به كان هذا الحديث الضعيف الذي فيه الفضيلة دعماً لهذا الأمر فيزيد الإنسان نشاطاً ثم إن كان الحديث صحيحاً فهذا ما يريده الإنسان وإن لم يكن صحيحاً فإنه لم يزيده إلا قوة في الطاعة وإذا كان الحديث نهياً وورد تحذير عن هذا الفعل في حديث ضعيف فهذا التحذير إن كان صحيحاً فالإنسان قد سلم من هذه العقوبة وإن كان غير صحيح فهذا لا يزيده إلا بعداً عن المعصية وهو أمر مقلوب فالحاصل أن الحديث الضعيف لا يمكن أن يثبت به حكم من الأحكام حتى قد قامت الصلاة من كتاب الحديث الضعيف فمن لم يصرح عنده الحديث فإنه لا يكون ومن رأى أن الحديث حسن وأنه حجه قال ولذلك يقول علماء لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف إلا بشروط ثلاثة الأول أن لا يكون الضعف شديد والثاني أن يكون لهذا العمل الذي فيه الفضل أو التحذير أصل ثابت والثالث أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاله ولس الاحتجاج بالضعيف على إطلاقه بل يحتج بالضعيف في باب الترهيب وفي باب الترهيب بشرط أن يكون لهذا المرغب فيه أو المحذر عنه أصل ثابت نعم